مشاهدينا أهلا بكم كيف الحال كلنا كان عرفوا الأهمية للرياضة وبأنها مهمة للصحة دينا للدهن دينا لحياتنا كده بشكل عام ولكن كان عزولي هو ماشي دائما كان نحاول ندروا مجهود في أننا تكون عندنا واحد لا ديستيبلين هكذا على الأقل بشكل يومي أو لا أسبوعي باش أننا نتزموا بحركات رياضية اليوم غادي نشوفوا كيفاش أن الرياضة ما عندهاش فقط تأثير على الجسم دي الإنسان بل على الدين دياله وأحيانا حتى على النجاحات دياله صباح الخير سي سامي بوغانام ومرحبا بيك وشكرا على تلبية الدعوة سامي بوغانام بالنسبة للمشاهدين أنت كوتش سبورتيف يعني كوتش رياضي أو مدرب رياضي مدرب عالمي وكذلك طبعا أنك نشأتي واحد لكاديمي هكذا ديال الرياضة وأكثر من ذلك إحنا سبقنا وستقبلناك في راديو دوزام أنك مهتم بالشأن الرياضي بشكل عام ماشي فقط كوتش حركات رياضية وبيرفورماس وهذا بل كذلك كيفاش أن الرياضة عندها واحد الوقع على الصحة ديال الإنسان وعلى الحياة ديال الإنسان هكذا بشكل عام إحنا سؤولنا دكا الاصطناعي على الأهمية ديال الرياضة وش لأن دكا الاصطناعي يقدر يدير كل شيء إلى الرياضة يقدر يعطيك أفكار وليقدرش يدير حركات رياضية ماشينا كمام سؤولنا على الأهمية ديال الرياضة وكان هذا هو الجواب باش تختار رياضة مناسبة لكل سن خاص تاخد بعين الاعتبار اللياقة البدنية والقدرة الجسمانية لكل فئة عمرية للأطفال الأنشطة اللي كتجمع بين المرح والحركة بحال الجري السباحة والرياضات الجماعية كرة القدم كرة السلة للمراهقين الرياضات اللي كتزيد من القوة والتحمل بحال الجري ركوب الدراجة وتمارين القوة بشكل معتدل للراشدين الأنشطة اللي كتوازن بين القوة والمرونة بحال اليوغا المشي السريع أو الرياضات الجماعية لكبار السن الرياضات اللي كتكون خفيفة على المفاصل بحال المشي السباحة وتمارين التوازن بش يحافظوا على اللياقة الاختيار ديال الرياضة خاصه ياخد بعين الاعتبار الصحة العامة والقدرة البدنية لكل شخص وما يكونش فيها ضغط كبير على الجسم حنتعمدنا الجواب ديالوي يكون بحالك دا لأنه أعطانا الأساسيات قريبا باش نقوله الناس بأنه حتدك أسنعي بعد المرات كأعطانا أجوبة لحنا كلنا عارفينها طبيعة الحالي لكن الأهم من هذا الشيء كامل يفعلنا نحن نتكلم على الرياضة المناسبة لكل سن لأن هذا هو الأهم باش تكون الرياضة داخلة في الحياة اليومية ديالنا ولكن أنت كنت أشارتي الواحد من نقطة ويلي بغيت نتكلم معك عليها أن الرياضة بعد المرة تقدر تلعب الدور في التحول ديال حياتنا من إقفاقات لنجاحات في مجالات أخرى في مشاريع في الأمور اللي كنقوم بها في الحياة ديالنا بعدها يعني كيف اشتغسنا نرسخ هذه الديسبلين هكذا في الحياة ديالنا منذ الصغر واش فعلا كيف مقال التكالي الصناعي لحسب السين ديالنا أو لا لحسب اختيارات الإنسان ما تنظرش على الرياضة والناس دو نيفو هذه المسائل هذه بيأس كنشكرك بزاف العزيزة على اختيار الموضوع مرحبا وخاصة الموضوع الرياضة هنا في نرجع نهضة المجتمع والديفلوبمون قبل منه رياضات اللي هتقدر ديبينها لواحد المستوى عالي ولا لسبوع ديال نيفو ما سورتو كيفاش يكون عنا واحد المجتمع من الصغير حتى الكبير يكون ناجح في الحياة دياله وكيفاش يكون كيقدر يواجه تحديات المستقبلية فضل هالتغيرات اللي كيندابة كمسما نلدكة الصناعي بحد ذاته لا يمكن أن يحدد بالضبط بطبيعة الحال رياضة معينة مضبوطة لواحد العمر بطبيعة الحال و هنا لا تفكر معك شي لقالي مزيان لا تبارك لا مزيان هو هذا الموضوع هو المحددات العامة هي التي تقدر تعطينا نوعية رياضة أو الأنواع رياضية لكل سن سن نعم فممكن أن نقول أن نختار واحد سن معين غيرها كاليات وغمو سنقول سن سبع سنوات سنقدر أن نضع فيه مئات رياضات ممكن تكون مناسبة لكن تكون البنية الجسدية البنية العقلية البنية المجتمعية القدرة المنطقة أو المحيط الزمان والمكان اللي يكون فيه وبطبيعة الحال هنا مسائل أخرى اللي هي الميولات والرغبات اللي ديال هذا الشخص مثلا هذا الشخص اللي اخترنا سبع سنوات فما نقدرش نحدد بالضبط واحد نوع رياضة ولكن مجموعة أنواع رياضية اللي تقدر تتمشى لنا مع واحد محددات أساسية من ضمن الحاجات مثلا بدنا من الطفولة وبدنا كنقول أشمن عمر ممكن بدو به مثلا هاد رياضة هاد رياضة واشمن رياضة في هاداك العمر نعم نقدر نقول أن رياضة ركا تبدأ من الطفل هو جنين ركا تبدأ رياضة دياله كيف تبدأ رياضة دياله ركا نعرفه نحن في الأحاسيس ديال الأم فمن الطفل كيف يبدأ في الحمل في الفترات الأخيرة فالطفل بالطبيعة دياله أنه خصو يكون فيه الحركة والحركة هي اللي تتخلي ذلك النمو يمشي بوحد كيفية عادية والهرمونات تكون غادة بوحد كيفية متوازنة فمن كيف تزاد هذا الطفل من الزيادة دياله كيف يبدأ في بعض الحركات دياله سبحان الله هذه الحركات هي التي تحدد لنا لنوعية هذا الطفل خاصة في السنوات الأولى السنة الأولى السنة التانية السنة التالتة فهنا أهم حاجة إذا أريدنا وليداتنا يكبروا متوازنين نفسيا بدنيا هرمونا يخصنا في هذا العجل الزيادة يخصنا نخدم معهم ككوتش الأباء يكونوا رياضيين لوليداتهم يعني من الولادة تقريبا من الولادة كيف تزاد تقريبا الحركات التي تدرون لوليداتنا لأننا مرتبطة الرياضة في الدين بالحركة الجسد يعني عاد المنطال بحركات الجسد بالنسبة للطفل والد هو النشاط البدنية طبيعة إنسانية نهار تزاد هو في حركة هو لطو كوتشينغ يتبع الجسم في النمو ويجبد ويحاول يدير بعض الحركات في الظهر ويقصد أنه يقدروا بعض المرات لأبا والأمهات يكبحوا هذه الحركة عند الطفل يقدر يتصعب الخمول في الرياضة نعم 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 تجمع تجمع أنا تنكر هذه المسألة لا أستطيع أن أدرك الولدات وتنكر هذه المسألة كثيرا الكثيرا يرى أن تساعدهم على الطول أو طبيعا الولدات يتحرك ويجب يتحرك لكي يكون توازن الميتابوليزم حرق الصعورات الصعورات الحرارية لكي تكون جيدة لكي يكون جيدة ويجب الحركة الطبيعية في السنة الأول جيدة نقول الأباء والمرافقة للأباء لهذه المسألة في هذه المسألة سوف يكون مرافقة ويجب أن يتعلم ما يتعلم الأباء إلى غير يتعلق الكلمة تابعوا ورافقوا الطفل في الكلمة وفي الجو وفي الاعتيادي مثلا مرة مرة يكون مرة طبيعة مرة طبيعة مرة طبيعة مرة طبيعة مرة طبيعة تغذية إذا كانت كأكمباني لأن الرياضة دائما يتعلق ماليمونتر فإذا كانت الأم عندها ماليمونتر في فترة الرضاعة فهنا الطفل سيكون عنده نوع من توازن الحركة والهرمونات والنوم والتغذية بطبيعة الحال سيكون نمو هذا واحد لا يوجد كثيرا إلى إلى غير أنا كأم وعية وعية بهذه الرياضة وبهذه التنمية البدنية من الصغر فإلى هذا الوليد عنده جدوده الجدود بطبيعتهم كي حافظوا كي نشو التقاليد بعد المرات القديمة يمكن هذا الوليد يمكن أن يكون مرافقة لكي نحافظ عليه سوف نحاول أن تحاول هذه العادات إلا لكانت في الغرف معينة وعينة في وقت الوليد يرى عدد جدود ونشأل ونخفق وإنهار ونحافظ ونحاول لديه في وقت ونحاول في الغرف ونحاول هذا كله لكي تريد أن نحاول لتعطيهم خمول وعدم رغبة في الحركة فيما بعد من يكبرون. بطبيعة الحال. إذا كنت ترى راسي لوجيك لأن طبيعة الإنسان حر. يعني هنا بحل لك تتكبح الحرية دي لها دك الإنسان. أنا كنت أرى من هذا المنظر. تجيني سنكبّل الحرية دي لك الطفل في الحركة. أجل. أجل. هو مني كتفضر مع الناس البليوزاجي والناس القدام والناس التقليديين في هذه المسألة. يقول لك بدي كيقدر يعطيك هو ديكوز حاجة أخرى. يقول لك بشي طوال. كان رجل يقولون بشي طوال. أجل. يقول لك غير واحد الوقت يكون تخطي أجيطي وقت تنعس. سوف نتكلمه شوية. بشي طبيعيا. الحركة يتحرك فيها. ويهضم الأكل جيد. والحليب جيد. وهذا رأي أوطماتيك ما يوصل إلى الوقت الناس. إلا لك أنه يتخبّل. لا أعرف. يجب الطبيب المختصر. نستغل الوقت ونهضروا عليه أنجيني. من هنا كتبع هذه البدايات. مرورا بأنه كل سن. وقلتي بأنه إحتى الإجابة التي اعتناها. تقريباً يمكن أن يضبطها. وإنما كان عوامل كثيرة. يعني اللفت أنه اليوغا تخصدرها الناس في واحد سن معينة. لا تعني أن الناس في العالم كله يقدروا يمارسوا اليوغا في واحد فترة معينة كل وحدين. ولحسب المحيط الذي تكون فيه. كيفية الرياضة من بعد. لأنك هنا الفكرة الأولى التي أعطيتها للطفل هو رضيع. تقدر تعطينا إنفيزيون على كيفية سيكبر. كيفية هذه الرياضة والتحبيب في الرياضة والحركة سيساعده في حياته من بعد. في وصوله النجاحات. يدرسه جيدا. يقرأ جيدا. يكون مثلاً واحد الإنسان الذي يشعره أهداف. ما هي العلاقة هذه؟ حقاً سوف تكون مستشعر كاملات ومعالك. الله يبرك. إذا ما قلنا من هذه المرحلة الرضاعة والتفلات للنجاح. وصلنا إلى المراحل البعدولة يتجبون. يحبون. يجبون. نحن وإهلنا. يتجبون معه. يتجبون معه. كما قلنا. يتجبون معه. ندير مع بعض التمرين القوة التمرين الموترسيتي يجدها يجد التركيز يجد التركيز هذا هو جهة لماذا نقول أنه يبدو من الصغر وضيئة مثل ماتصوري ومثلات المتاريات وماترنية يتبازون على هذا الأمر لأنه يصل إلى 5 أو 6 سنوات لا يكون لديه إعاقة حركية أو حسية حركية أو غطار أو شيء هذا كل شيء تقصد بإعاقة ليس ضروري إعاقة التي نعرفها وإنما سنقول نقص 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 نحن ندخل العمار 3 أو 4 أو 5 سنوات من عامين إلى 5 سنوات أجل المتاريات ونقص لكن الأباء هو موديل هو الموديل هذا المعنى إذا كانوا هنا نفتح هذا القوس ونقص نرد لبال المتاريات 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 من غير المتاريات أعطينا والإنما نقص ننظر المتاريات أو أن يكون هناك مقومات الحياة الحضارية. لذلك يجب أن نكون هناك نقطة. لذلك هنا نبدأ أن نكون شخصية ونربيد إنسان عادي. نقول عادي هو الذي لديك التوازن من النوم والتغذية والعضلة والعظام. هذا التوازن يجعل لي توازن عقلي وتوازن نفسي. لأن هرمونات في الجسم وجميع الهرمونات لديهم علاقة بالحركة. وبالنشاط البدني ودقة القلب يوصل إلى درجة عالية. لكي يستطيع أن يتوازن النعاس والنوم يكون بكيفية جيدة. وحتى السلوكات اليومية لا تكون أغرسية. وتكون هناك نوع من التقاء. وهذه الشركة يأتي من الحركة طبياً من سنة صغيرة. نعم. ونحن نريد أن يأتي للعداء في السن التمدرس. ونرشح إلى نقطة. ولكنه سأتي. هذه الرياضة التي تجعله في أحد البدن. عقل سليم. جسم سليم. لذلك في نفس الوقت تتعطيه نوع من التقاء في النفس. نحن نريد أن نريد أن نرغير أغمونال والشيء. لا يجعل المكتسبات التي يأخذها. الرياضة التي تحتاجها مقننة. ومن غير المستوى عادي جداً من النمو والحركة لا تحش براسوا قصر من الدراري ولا طول من الدراري لأخرين ولا أنسو قوة ولا ضعيف لا ننسو بأن الوليدات في العمر دائماً عندهم وخاصة من الذين يدخلوا في بعض الأنشاطة سوى مدراسية سوى شكولي غادي عنده الريفليكس كي وصل غير حاجة شكولي كي سوى أمور لا يرى الوليد الدراري في معاناة بزاف هذا هو الأنفان الذي يحس بهذا النقص ويكون راجع للور ويكون لديه هذه التقيقة كافية لذلك دائماً ينعزل ويقدر يدعو به الواحد الذي يحمد عقبها في فترات المراهقة وبالتالي من بعد من كانوا فترات المراهقة رسالينا أردت ما ننقص لدينا الفترات صفية تأثير تأثير على المدى طويل ومن بعد تأثير على الوليدات وعلى المجتمع وإذا كان لدينا هذا النوع فيه البالانس تلعب الزفد الكوتي فأوتوماتيكنا نقدر نقوله نهضة المجتمع عندها واحد نسبة كبيرة عند علاقة بالتوازن البدني من الجناش مهم جداً الاهتمام بالجانب الرياضي وهذا شيء علاش دايور عندنا نحن في المغرب الرياضة الآن دخلت عند وزارة التربية الوطنية لأنها كانت قبل وزارة التربية والتعليم الآن دخلوا حتى الرياضة نظراً للأهمية ديالها طبعاً ما شيء أهمية فقط على النمو هذا شيء كله اللي تكلمتي عليه بل كذلك تفتح أفاق أمام طلبات والتلاميذ بشأنهم يولجوا لجامعات كبرى هذه مسألة أخرى قد نهضروا إليه موضوع مهم موضوع مهم الآن المنح الرياضية والمنح الرياضية هي كبيرة بزاف لبعض الدول كتمنح الشباب المتميز في الرياضة ما شيء ضروري يكون ولكن كشاب ساعد يقدر يبرز في واحد الرياضة معينة ممكن يحصل بها على منحة لكي يدرس في جامعة كبرى وهذا موضوع عادي نخليوليه وقته إن شاء الله معك سي سامي بغالم شكرا لك بزاف على كل هذه المعلومات كنت منها وأنكم مشاهدين تكونوا خذتوا أبعين الاعتبار عرفتوا الأهمية دي الرياضة ودية الحركة أنا لولا كنت حاسي أنا لولا لك كنا نهتم بصحة البدنية دي أنا طبعا من خلال الرياضة وهي شيء حاجة بسيطة جدا مش ضروري حتى نكون كنأدي واحد واجب شهري كبير عادي باش نسمى أنني قمت بحركة بل كذلك يعني بأبسط الأمور ممكن أننا ننخلي الجسم دينا ينتعش ويبقى في صحة جيدة لأطول مدى ممكنة شكرا سي سامي شكرا لكم كذلك مشاهدين على حسن المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة